وبالعودة للخبر الأبرز حيث استقبل رئيس السيسي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مسافقي حيث أكد رئيس السيسي تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الأفريقية لدفع العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات كذلك استقبل رئيس السيسي ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي وتنمية استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس رحب بزيارة السيد فقيه إلى القاهرة للمشاركة في خلوة المبعوثين الخاصين في أفريقيا لتعزيز السلم والأمن على مستوى القارة معربا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الافريقية لدفع العمل الافريقي المشترك في مختلف المجالات لسيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد والتعاون مع الشركاء الدوليين من جانبه أكد السيد فقيه أهمية مصر وثقة لها في القارة الافريقية معربا عن تقديره للجهود المصرية للمساعدة على تعزيز الجهود التنموية لأشقائها بالقارة فضلا عن الحرص على الإسهام في صون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة بما في ذلك من خلال استضافة خلوة المبعوثين الخاصين الأفريق وتقديم الدعم الموضوعي واللوجستي الكامل لإنجاحها حيث تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب المتنوعة للمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام كما صرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والقارية ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الافريقية وجهود تسويتها سياسيا وفي مقدمتها الوضع في منطقتين الساحل والقرن الافريقي إلى جانب الأوضاع في السودان الشقيق كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030 فضلا عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاور في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال من جانبه ثمن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية معربا عن الاعتزاز بكون البرنامج القطري لمصر الذي تم التوقيع عليه عام 2021 يمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا نسبية على المستويين الاقتصادي والتنموي وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الإحصاءات والمتابعة والتنمية المستدامة